زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك في نسخته الأولى الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مرسى الخورة بجانب سوق السمك في الإمارة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وتجول سمو ولي عهد أم القيوين اليوم في مختلف أرجاء المهرجان الذي يشهد مشاركة أكثر من 25 شركة عاملة في مجال بيع معدات الصيد والتقى ممثلي شركات العارضة واستمع إلى شرح من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة عن بطولات الصيد المقامة إضافة إلى الفعاليات المتنوعة المقامة على هامش المهرجان